السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير الموت يفجع الفنان الجميل صافر العبتين بوفاة والدته يلا نشوف التفاصيل ونشوف سبب الوفاة وكمان اخبار عن اصابة الفنان القدير يحيا الفخراني بفيروس كورونا وايه المستجدات يلا نعرف كل التفاصيل بس قبل اي حاجة صلوا على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ باول خبر قبل ما نبدأ في التفاصيل لو سمحتم ادعموني بلايك واشتراك فضلا وليس امرا اول خبر معايا هي وفاة السيدة عزيزة والدة الفنان الجميل صافر العبتين طبعا توفت صباح يوم السبت حزن جدا الفنان صافر عبتين على وفاتها وكتب تعزيها مع السلامة يا عزيزة كنت القلب وكنت الروح والطيبة بحبك برشا وكتب فيها تعزيات كبيرة جدا كمان عزته الفنانة ضرة وكتبت كمان هي على صفحتها ونزلت صورتها وصورت والدته عزيزة المتوفية ربنا يرحم والدتك ويجعل مسواها الجنة ويصبر قلبك امين يا رب لكن الجديد كمان في وفاتها ان السيدة عزيزة ربنا يرحمها طبعا كانت ميت كانت مصيبة بالسرطان لما عرض المسلسل اللي هو كبتاع حلاوة روح اللي كان الممثل الجميل صافر العبتين بيمثل فيه مع هند صبري كان بيمثل دور واحد مصاب بالسرطان ولكن لما سؤلوه على دوره ده قال صعب قوي انك تمثل احساس المريض وانت عايش التجربة مع اسرتك للاسف كانت والدته المتوفية واخته كمان مصابين هما الاتنين بالسرطان طبعا كانوا بعينه جدا وده كان باين جدا في تعبيره فتوفت والدته فعلا بالسرطان ربنا يعافينا ويعافيكم امين يا رب كتب على صفحته فجر السبت مع السلامة امي الغالية عزيزة توفت عن عمر 72 سنة وقال لها انا بحبك جدا ربنا يرحمك يا رب والطلب للناس كلها الدعاء احنا كمان بندعي لها ربنا رب يرحمها ويصبر قلبك ويرحم كل اهلنا امين يا رب العالمين وبنعزي اهل تونس الجمال الطيبين الشعب الطيب الجميل وكمان درة عزته في هند صبري عزته كمان وكتبت على صفحتها ربنا صبر قلبك يا ظافر وياسمين صبري بعاتت له تعزية عدد كبير جدا من الفنانين بعات له تعزية دي صورة من دفنتها اللي اتدفنت في ناس قالت انها كان عندها كورونا ولكن الحد الاكيد انها ميتة بالسرطان ربنا يعافيكم ادعو لها بالرحمة والمغفرة دلوقتي نيجي على الخبر التاني الدكتور يحيى الفخراني هو اصلا كان دكتور ساب الطب وبعد كده اشتغل في التمثيل بقاله عمر كبير جدا لبصمات واضحة في مجاله طبعا اخبار كتيرة جدا طلعت ان الفنان يحيى الفخراني اصيب فيروس كورونا وناس كتير قالت ادعو له خلاص ده هو على جهاز تنافس صناعي وبيعاني جدا يعاني طبعا انتم عارفين ان هو سنه كبير في فيروس كورونا لما بيجي لحد كبير طبعا الموضوع بيأثر جدا لكن زوجته والدكتورة لميس جابر طلعت واكدت وقالت انا زوجي الدكتور يحيى الفخراني بصحة ممتازة وان ما يتردد حول اصابته في فيروس كورونا ده مجرد خبر كاذب واشعة وهو حاليا بيمثل في دوره اللي هو بيصور في مسلسله اللي هيتعرض ان شاء الله في رمضان عشرين واحد وعشرين وان اللي هو كل اللي بيطلع ده مجرد اصابات مجرد اشاعات وكمان قالت ان هو لسه قدامه مزيد من الاعمال ولسه قدامه عمر ان هو متعاقد على مسلسلاته على افلامه حاليا كمان طلع الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وقال ان الدكتور يحيى الفخراني بيمثل دوره في المسرحية اللي هم بتتقدم حاليا وبيعرضها كمان نزلوله صورة علشان كل الاقاويل اللي بتقول ان هو عنده كورونا تسكت خالص وكمان طلع اشعة من فترة من ايام بسيطة قالوا وفاة يحيى الفخراني والناس تدولتها واكدوها هو بقى طلع رد بنفسه عن الموضوع ده انا بصحة جيدة ودي خبر سخيف وكل واحد طبعا ليه عمره ولكل اجلين كتاب محدش هيسيب من عمره ولا هياخد حاجة زيادة عنها طبعا انا بتمنى لكم السلامة والعافية وربنا يبعد عننا وعنكم البلاء بشكركم جدا متابعين الكرام على حسن المتابعة استنوا مني كل جديد ما تنسوش لو سمحتم ادعموني بلايك ونوروني بالاشتراك شكرا جدا ليكم سلام عليكم